نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار بتقليص حصة المواطم من الخبز المدعم على البطاقات التموينية وتواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء مشددة على انتظام صرف حصة المواطم من أرغفة الخبز المدعم المستحقة له على البطاقات التموينية بشكل طبيعي بواقع خمسة أرغفة يوميا بإجمالي 150 أرغيفا شهريا بسعر خمشة كروش لأرغيف دون أي انتقاص